الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً إلى يوم الدين أما بعد قال الحافظ النوي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائر في باب فضل يوم الجمعة قال في آخر الباب وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبد أبوز بسناد صحيح ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الحديث وفي هذه الحديث مسائل في حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم فيما يتعلق بساعة الإجابة يوم الجمعة يوم الجمعة كما ذكرنا يوم فاضل ويوم عظيم ومن فضله أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل وهو قائم إلا استجيب له وإلا أعطاه الله عز وجل مسأل وهذه غنيمة باردة يغفل عنها كثير من الناس فكثير من الناس في يوم الجمعة يغفل عن الدعاء وفيه هذه الفضيلة أن من سأل الله عز وجل أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل مسأل كما قال صلى الله عليه وسلم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم لابد أن يوافق العبد هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً شيئاً أي شيء من دنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها يعني هذه الساعة قليلة ولكن متى هذه الساعة المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي موسى الأشعري لأنه يرجح هذا القول وصرح به في مواضع أخرى وجزم به أكثر لحديث الوالدة في أن هذه الساعة في وقتين وإلا فإن الأقوال كثيرة تصل إلى أربعين قول متى هذه الساعة يوم الجمعة ساعة الإجابة لكن أرجح الأقوال قولاً القول الأول أنها من بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة هذا القول الأول والقول الثاني آخر ساعة بعد صلاة العصر المصنف رحمه الله ذكر حديث أبي موسى فقط وهي قوله صلى الله عليه وسلم هي من بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة لأن المصنف يرجح هذا يرجح هذا قول وذكر أن هذا صريح حديث النبي هناك صريح من بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة قال ورواه مسلم فهو فيه حديث صحيحين وهو أقوى من الحديث الذي جاء في السنن عند أبي داود وغيره من أنها بعد صلاة العصر وكان ذلك الحديث صحيح وبعضها العلم لكن هذا الحديث بلا شك أنه أقوى ويؤيده أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه حديث أبي هريرة قال وهو قائم يصلي وهو قائم وهو قائم يصلي وهذا يوافق أنه من بين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة فيكون الدعاء في الصلاة قال قائم يصلي فهذا هو القول الأول من القولين الرجحين في هذه المسألة ولا شك كما يعني ترون أنه قول قوي جداً خاصة أن الحديث رواه مسلم في صحيح فلذلك هذه الساعة من بين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة على المسلم أن يكثر فيها بالدعاء لكن متى يدعو؟ هل يدعو والإمام يخطب؟ لا أنت منزوم بالإنصات فهنا دعاء الإمام في الخطبة يكون موافقاً لساعة الاستجابة ولذلك السحابة بعض علماً يدعو الإمام في خطبته لعل الله عز وجل يستجاب أن يستجيب له دعاء ويؤمن الناس على دعاءه يؤمن الناس على دعاءه لكن بدون رفع اليدين لأنه لم يرد الله في الاستسقاء وأيضاً يدعو المؤموم في الصلاة إلى أن تقضى الصلاة لم يقال إلى أن تقضى الصلاة ومواضع الدعاء في الصلاة كثيرة وأهمها وقت السجود وقبل السلام هي أهم مواضع الدعاء في الصلاة في السجود وقبل أن تسلم ففي هذين الوقتين أكثر من الدعاء لأن نبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث من بين أن يجسي الإمام إلى أن تقضى الصلاة هذه الساعة التي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء على قول الذي رجحه بعض العلم القول الثاني من بعد صلاة العصر آخر ساعة بعد صلاة العصر وقد جاء في حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنها تلتمس بعد صلاة العصر وهذا حديث صحاحة وبعضها العلم وهو في السنة لكن قد يشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه قال وهو قائم يصلي وبعض صلاة العصر واختنهي فماذا أجاب من رجع هذا القول من هذا العلم قالوا وهو قائم يصلي ليس المراد به أنه يصلي صلاة ذات الركوع والسجود وإنما المراد بالصلاة هنا الصلاة اللغوية وهي الدعاء لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء وهو قائم ما معنى قائم هنا قالوا معنى قائم يعني ملازم ما دمت عليه قائمة يعني ملازما له يعني طول المكس والبقاء هذا معنى قائم فرجحوا هذا القول وأول معنى هذا الحديث بهذا التأويل ولا شك أن هذا كلام له وجه وقد جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر أن أبو هرير رضي الله عنه استشكل هذا على عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال يعني كيف بعد صلاة العصر وهو قائم يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يعني ينتظر الصلاة فهو في صلاة فقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأنه إذا من جلس في مسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة قال إذن الصلاة المراد هو الانتظار والمكت في المسجد فهذا الذي رجحه عبد الله بن سلام رضي الله عنه في معنى هذا الحديث ولكن كما ذكرنا أن الحديث الذي رواه مسلم أقوى فهو أقوى في الثبوت وأقوى من حيث الصلاحة في المعنى وعلى كل حال على المسلم أن لا يفرد في هذين الوقتين خصوصا من أن يجس إمام حتى تقضى الصلاة ومن بعد صلاة العصر حتى ينتهي وقت العصر فهذا أرجح الأقوى في هذه المسألة آخر ما ذكر مصنف في هذا الباب حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليك والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الأعمال العظيمة فهي مستحبة في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة ويكفي فضلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فالأجر يضاعف له عشر مرات والله يضاعف إلى من يشعر فأجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الأعمال العظيمة عمل قليل وأجر عند الله كبير إذا قلت اللهم صلي وسلم على أبينا محمد يصلي الله عليك عشر مرات يكفي فضلا وفخرا ويوم الجمعة آكد الأوقات التي يصلى فيها على النبي في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة كما ذكرنا سابقا أن كثير من الناس يذكرون الناس في ليلة الجمعة ويوم الجمعة بالصلاة على النبي ولكن حظه هو من العمل قليل يذكر صحيح لكنه من ناحية العمل لو سألته كم صليت على النبي تجده لم يصلي إلا مرة أو مرتين أو ثلاث مع أن الأفضل للإنسان أنه يعمل بنفسه يذكر هذا شيء ضيب لكن تذكر ولا تعمل هذا لا شك أنه خلل ونقص فالمسلم عليه أن يكثر قال أكثر لم يحد حدا لا عشر ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين أكثر على قدر ما تستطيع صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من اليوم الدين والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر